بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي فضائية العراق التربوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس جديد من دروس الرياضيات لمرحلة السادس العلمي التطبيقي حصرا وتكملة لما شاهدناه من درس سابق والتكامل بالتجزئة والتكامل بالتقريب خلي نشوف السؤال الأمام نهسه خلي نذكر معنا الدروس السابقة حتى نقدر نربط ويها الدرس الحالي لتكون F of X تساوي 3 ونعطيني F من 1.5 إلى R الفترة مجالها 1.5 مجالها المقابل R يقول لي جد قيمة تقريبية للتكامل من 1 إلى 5F اتفقنا بأن التكامل رح يكون اللوار زاد الأبر على 2 ولكن في حالة شروط إذا كان التكامل موجب فالتكامل هو نفسه المساحة إذا كان التكامل سالب لا بأس ولكن المساحة رح تكون مطلق هذا التكامل إذن في كل الأحوال التكامل يساوي اللوار زاد الأبر على 2 شلون أحسب اللوار شلون أحسب الأبر قلنا أول ما أستلم معادلة المنحني أحاول أشتق معادلة المنحني وأتوقع واحد من أربع احتمالات رئيسية واحتمال خامس ثانوي الاحتمالات الرئيسية الأربعة ربما تكون المشتقة عدد ثابت موجب عندها الدالة متزايدة في كل مجالها ربما تكون المشتقة عدد ثابت سالب تكون الدالة متناقصة في كل مجالها ربما أصل الدالة ثابتا مثل ما تشوف هنا والمشتقة صفر عندها سيتساوى المنمم مع المكزمم وربما تكون المشتقة الأولى تحوي على المتغير X وعند مساواتها بالصفر نجد أن الأكس لا تنتمي إلى الفترة المعطات هذه الحالات الرئيسية الأربعة اتفقنا شنو بالدرس السابق قلنا نعود طرفي كل فترة بالمعادلة الأصلية لاستخراج ناتجيا نضع أصغرهما تحت المنمم ونضع أكبرهما تحت المكزمم وبعدين أضرب ال H في المنمم لينتج عمود خامس وأضرب ال H بالمكزمم لينتج عمود سادس مجموع حدود العمود الخامس يمثل اللور المجاميع السفلة ومجموع حدود العمود السادس يمثل الأبر اللي هو المجاميع العليا إذن التكامل رح يكون اللور زائد الأبر على 2 المساحة تكون اللور زائد الأبر على 2 إذا كانت جميع النتائج موجبة أو صفر تكون المساحة مطلق اللور زائد الأبر على 2 إذا كان جميع النتائج بالأعمدة الأربعة الأخيرة سالبة أو صفر لا يمكن حساب المساحة أريد أكد على هذا الأمر المهم جدا ورح نأكده بعد شوي لا يمكن حساب المساحة إذا كانت النتائج بعضها موجبة بعضها سالبة ورح نشوف هذا الحجي بعد شوي فس الدالة ثابتة مشتقتها تساوي صفر ال F of X تساوي ثلاثة ال F فتحة لل X تساوي صفر ودي يريد مني جد قيمة تقريبية لهذا التكامل ومن أطيني سيجما بالسؤال ملاحظة أخذناها بالدرس الماضي في حالة عدم موجود سيجما نختار ما نشاء من التجزئات ولكن بشرط أن نبدي بالA وننتهي بالB يعني إذا كانت الفترة واحد خمسة وأقول أنا يعجبني أسوي تجزئتين أقول يصير بس ما يصير تقولي واحد اثنين ثلاثة ممنوع تبدي بالواحد تنتهي بالخمسة شدري تبعيناتهم بكيفك سويها واحد اثنين خمسة صح واحد اثنين ثلاثة خمسة واحد اثنين ثلاثة خمسة تجزئتين ثلاثة أربعة ولكن على الأقل سويها تجزئتين هسه أريدك تخترح علي إذن هنا الفترة 1-5 إذن أريد أسويها عدد من التجزيئات أنا اختاريت 1-3-3-5 أنت إذا عجبك سويها 1-2-2-5 إذا عجبك سويها 1-2-2-3-3-5 المهم بيش تنتهي رح تبدي به مرة ثانية إذن اشقطوا للفترة الأولى إذن 3-1-2 5-3-2 رح تقول لي إلا أسويها تجزيئات منتظمة لا مو إلا بكيفك إلا إذا هو قل لك أريد تقسم ليها إلى تجزيئتين منتظمتين بذاك الوقت تعلمنا القانون اللي هو أج شي سوي رح يصير عندي بي ناقص الأي على أن والأن هذا يمثل عدد التجزيئات زين هذا السؤال أولادي بحالة خاصة إحنا قلنا نعوض طرفي كل فترة وين عوضها؟ بالمعادلة الأصلية لاستخراج ناتجياً نضع أصغرهما تحت المنمم وأكبرهما تحت المكزيمم شنو هذه الحالة الخاصة إذا كان أصل الدالة ثابتاً عندها سيتساوى المنمم مع المكزيمم صورة الواحد 3 صورة الثلاثة ثلاثة لصورة الخمسة ثلاثة إذن بهالحالة رح يساوي المنمم مع المكزيمم أضرب اله بالمنمام مرة وبالمجزمام مرة أخرى إذن صارت عندي في الصورة هذه أجمع ذن الحدود رح يصير عندي 12 أجمع ذن الحدود رح يصير عندي 12 إذن شو رح يصير عندي اللوار هو 12 والأبر يساوي 12 إيش جاي يقول لي أريد؟ يقول لي أريد تحسب لي التكامل أنا أقول له التكامل يساوي اللوار زائد الأبر على 2 يعني رح يصير 12 زائد 12 على 2 24 على 2 إذن هو 12 يون التربع هسا أريد أكد على أمر آخر هسا هذا التكامل إحنا موضوعنا تكامل بالتقريب لكن هسا هذه المساحة أو التكامل هل هي مؤكدة أم مقربة؟ إذا كان المعادلة خطية أو ثابتة فإن الناتج مؤكد ومقرب إذا كان معادلة منحني آخر أكثر بيع من الدرجة الثانية من الدرجة الثالثة؟ لا في هالحالة رح يكون التكامل مقرب ورح تكون المساحة أيضا مقربة إذن شقد أخذنا من 10 لحد الآن؟ إذن لحد الآن رح تاخذ 7 من 10 ليش؟ لأن ما انتهى السؤال؟ ده يقول لي جد قيمة تقريبية للتكامل المطلب الأول ثم يتحقق من الناتج هندسيا إذن شلون رح أجي أتحقق هندسيا نركزوا يا أيا الملاحظة تقول للتحقق من الناتج هندسيا نعوض طرفي الفترة الأصلية بالدالة لاستخراج نقطتيا نعوض طرفي الفترة المعطات بالدالة الأصلية لاستخراج نقطتيا نثبت النقطتين هس هنا صورة الواحد ثلاثة وصورة الخمسة هم ثلاثة يعني صارت عندي هس رح يصير عندي نقطتين ذول النقطتين هي واحد ثلاثة وشنوه؟ وخمسة ثلاثة إذن صار عندي نقطتين شو تقول الملاحظة؟ تقول ذول النقطتين أشيرهم على المستوى الإحداثي أثبتهم وسوي شغلتين مرة أوصل ببياناتهم ومر إثنيناتهم أسقطهم على محور السينات رح يتكون عندي شكل هندسي واحد من ثلاثة احتمالات رئيسية أما يتكون مستطيل شكل رباعي أو يتكون شبه منحرف أو يتكون مثلث قائم الزاوية في كل هذه الحالات رح أجي أحسب مساحته حسب القوانين إن نعرفها إذا كان مستطيل المستطيل مساحته الطول في العرض أو حاصل ضرب بعديه إذا كان شبه منحرف ما هو شبه المنحرف؟ وهو الشكل رباعي فيه ظلعين متقابلين متوازيين والظلعين الآخرين غير متوازيين شنو مساحة شبه المنحرف؟ هو نصف مجموع ظلعيه المتوازيين في الارتفاع من هو ارتفاع شبه المنحرف؟ هو قطعة المستقيم الواصلة بين ظلعيه المتوازيين والاحتمال الثالث يتكون عندي مثلت قائم الزاوية مساحة المثلت القائم هو نصف حاصر ضرب ضلعيه القائمين إذن خلي نشوف هذه العملية هسه إذن لو تجي تركز وياي على الحال إذن رح يكون بالصورة التالية إذن هذا رح يصارت عندي واحد ثلاثة خمسة ثلاثة واحد ثلاثة هذي النقطة هي واحد ثلاثة خمسة ثلاثة هذي خمسة ثلاثة إش قلنا هسه؟ إنه وصل بيناتهم من جهة وبعدين اثميناتهم أسقطهم على محور السينات رح يتكون شكل هندسي منتظم هسه طلع لي طلع لي مستطيل هذا البعد منا واحد ومنا خمسة يعني هذا هو أربعة وهنا ثلاثة شنو مساحة المستطيل؟ حاصر ضرب بعديه؟ يعني معناها أربعة في ثلاثة اطنعش والجواب اللي حصلنا قبل شوية أيضا اطنعش لذلك قلت لك إذا كانت الدالة ثابتة أو خطية سيكون ناتج التكامل مؤكد وليس مقرب إذن هذا ما يخص السؤال الأول والسؤال الثاني أولادي لا يخلو من جمال كانت الأمور زينة بالدرس السابق وبداية هذا الدرس قلنا إذا كانت المشتق الأولى عدد ثابت وربما يكون الثابت موجب أو سالب وربما تكون المشتق الأولى صفر وربما تكون المشتق الأولى تحوي على المتغير X وعند مساواة هب الصفر نجد أن الأكس لا تنتمي إلى الفترة المعطاة وقلنا نسوي فالدعاء بسيط وإذا كانت لا تنتمي فقلنا نعوض طرفي كل فترة وينعوضها؟ بالمعادلة الأصلية لاستخراج ناتجيا نضع أصغرهما تحت المنمم وأكبرهما تحت المكزمم هذه من شانة الأخبار زينة إذا كان الخبر بالظاهر هو موزيا يعني المشتق الأولى تحوي على المتغير X وعند مساواة هب الصفر نجد أن الأكس تنتمي إلى الفترة الشاملة إيش رح أسوي؟ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم إذن الأمور همزينة إن شاء الله ولكن تحتاج إلى تدقيق أكثر إذن F of X تساوي 3X ناقص X تربيع وناطيني الفترة هي 0,4 أول عملية رح أسويها طبعا ناطيني السقمة بالسؤال 0,1,3,4 يصير يقول لي السقمة 1,3,4 لا ما يصير ما طوله ناته يقول لي 0,4 لازم يبدي بالصفر وينتهي بالأربعة زياد يقول لي أريد المجموعة الأعلى والمجموعة الأسفل ما قال لي تكامل أريد مجموعة أعلى ومجموعة أسفل زين ما قال لي مساحة يصير يقول لي مساحة بهذا السؤال بعد شوية رح نعرف الجواب جد المجموعة الأعلى والمجموعة الأسفل اللوار والأطار الفترات اللي صارت عنده السمنوة صارت 0,1 و 1,3 و 3,4 رح أشتق المشتقة الأولى شنو المشتقة؟ 3 ناقص 2x ساويتها بالصفر 2x تساوي 3x تساوي 3x تساوي 3 على 2 زين 3x تساوي 3 على 2 3 على 2 هي 1.5 1.5 موجودة بين الصفر والأربعة إيه موجودة زين وين موجودة بالضبط؟ وين موجودة؟ أنا مو سويتها ثلاث فترات 0,1,1,3,4 إيه سويتها؟ وين موجودة الواحد ونصف؟ موجودة بين الواحد والثلاثة لذلك ش رح أسويه السارة؟ كيزوي آية إذن الفترات عندي 0,1,1,3,4 طول الفترة جد عندي إهنا طول الفترة رح يكون واحد إهنا طول الفترة هو اثنيا إهنا طول الفترة يساوي واحد أربعة ناقص ثلاثة واحد رح تقول لي شنو المستطيل الأخضر وشنو المستطيل الأحمر الفترة اللي انتمت إلها قيمة x نقولها أنت شوي أنتظرين هذه الفترة تؤجل لوقت محدد كل الفترات المتبقية اللي هي الصفر واحد وثلاثة أربعة رح أتعامل وياها بنفس الطريقة اللي سولفناها سابقا يعني شلون؟ نعوض طرفي كل فترة ونعوضها بالمعادلة الأصلية لاستخراج شنو؟ لاستخراج ناتجيا نضع أصغرهما تحت المنمام وأكبرهما تحت المكزمام إذن عوضت الصفر طلع لصفر عوضت الواحد طلع لي سالب اثنين أو هنا عوضت الواحد طلع لي اثنين زيان الصفر ده شوفه هو أصغر من الثنين إذن الصفر مكان بالمنمام والثنين مكان بالمكزمام ومن جيت على ثلاثة أربعة من عوضت الثلاثة طلعت جواب صفر ولكن من عوضت الأربعة اثنعش ناقص سطة على السالب أربعة ما يمشي حتى سلسل إذن هنا أصغرهما يكون تحت المنمام وأكبرهما تحت المكزمام رح أجي أغرب الأتش بالمنمام وبالمكزمام مرة وبالحالة الثانية الأتش أغربها بالمنمام والمكزمام إذن الفترات صفر واحد وثلاثة أربعة أنت هنا منها هل سواء رح أجي رح أجي على الفترة المؤجلة أريدك كل شي تركز ويايا إذا قاعد تشرب شاي يعوف الشاي الساعة على صفحة وخلي تركيزه كله ويايا الملاحظة شو تقول قيمة أكس المستخرجة قيمة أكس المستخرجة تجي تعوضها بالمعادلة الأصلية قيمة أكس المستخرجة تعوضها بالمعادلة الأصلية لاستخراج صورتها إذن صورتها طلعت تسعة الأربعة هذه التسعة الأربعة ربما يكون مكانها بالمنمام وربما يكون مكانها بالمجزم الملاحظة شو تقول تقولك هذه النقطة المستخرجة هي تعد بمثابة نقطة حرجة أريد أعرفها هذه النقطة هل هي عظمى محلية لو صغرى محلية إذن بيان نوع النقطة الحرجة أخذناها في البصل الثالث عندي طريقين طريق استخدام خط الأعداد اللي هو أبو الكتاب مستخدام خط الأعداد الطريق الثاني اللي هو أيضاً مقبول وزارياً باستخدام المشتقة الثانية طريقة فحص النقطة الحرجة باستخدام المشتقة الثانية أجي أشتق المشتقة الثانية إذا طلعت المشتقة الثانية عدد ثابت هذا الثابت إذا موجب يعني الدالة تمتلك نهاية الصغرى محلية وإذا كان الثابت هو سالب يعني الدالة تمتلك نهاية عظمى محلية زيان اشتقيت المشتقة الثانية طلعت طلعت السالب ولأنه سالب يعني الدالة تمتلك شنو نهاية عظمى محلية إذا كانت نهاية عظمى محلية يعني هذي وين رح يكون مكانها رح يكون مكانها بالمكزمام أم كابتل وإذا طلعت نهاية الصغرى محلية وين رح يكون مكانها رح يكون مكانها بالأم اسم والله والمنيمام زيان هس هنا المكزمام هنا المفروض اش رح يصير عندي رح يصير تسعة على أربعة زيان اش بقى عندي شاغر هس بقى عندي شاغر المنيمام شو تقول الملاحظة تقول نعوض طرفي الفترة المؤجلة وين أعوضها؟ أعوضها بالمعادلة الأصلية كم جواب رح يطلع لي؟ رح يطلع لي جوابين زيان إذا كان الشاغر المنمم نضع أصغرهما وإذا كان الشاغر المكزمم نضع أكبرهما إذن إش رح أسوي هسه؟ إذن باوعي هنا التسعة على أربعة وين صار؟ صار بالمكزمم لأن النهاية عظمى هسه من أجي عوض الواحد ثلاثة ناقص واحد اثنين ومن عوض الثلاثة رح يصير تسعة ناقص تسعة صفر زيان عندي جوابين عندي اثنين وعندي صفر زيان الشاغر من هو الشاغر منمم إذن ش اختاريت اختاريت الصفر لو كان الشاغر المكزمم كان اختاريت الثنين إذن ش رح أسوي هسه؟ الـ H رح ينضرب بالمنمم مرة ورح ينضرب بالمكزمم مرة أخرى إذن صار عندي الـ Manimum الـ H في المنمم والـ H في المكزمم الشبوقة عندي هسه ذولة أجمعهم كلهم رح يطلع لي اللوار وعفوان ذولة أجمعهم كلهم رح يطلع عندي الأبار إذن اللوار يساوي سالب أربعة والأبار يساوي خمسة ثلاثة عشر على اثنين تريد تكتبها ستة ونص بكيفك إذن هذا هو اللوار وهذا هو الأبار هسه السؤالي إلك هذا السؤال يقدر يقول لي جد تكامل يقدر يقول لي جد مساحة يكون تكون المساحة ممكنة أو التكامل ممكن إذا كانت باوعني زيني هنا هذه الأعمدة الأربعة هذه الأعمدة الأربعة إذا كانت قيمها كلها موجبة أو صفر يمكن حساب المساحة اللوار زائد الأبار على اثنين والتكامل يساوي نفسه إذا كانت ذول الأعمدة الأربعة كلها سالبة أو صفر فإن التكامل اللوار زائد الأبار على اثنين والمساحة مطلق اللوار زائد الأبار على اثنين أما إذا كان بعضها موجب وبعضها سالب فيمكن إيجاد اللوار والأبر فقط ولا يمكن إيجاد المساحة ولا يمكن إيجاد التكامل بهذه الطريقة لو أجي أباوع لنفس السؤال عام 2017 مرتين وعام 2019 عفوا نفس السؤال ولكن السيغما بدلها قال أريدك تقسم السؤال إلى أربعة تجزيئات منتظمة إذن خلي إنباوع شنوه هذه الأربعة تجزيئات الفترة هي صفر أربعة الأتش شي ساوي بي ناقص أي على أن يعني معناها أربعة ناقص صفر على أربعة اللي هو واحد رح أبدي بالصفر وأزيد واحد واحد وصولا إلى الأربعة إذن صار عندي صفر واحد اثنين 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 اربعة زين هذا السيغما يعني كم فترة رح أصير عندي رح أصير صفر واحد فترة وواحد اثنين فترة واثنين اثنين ثلاثة فترة وثلاثة اربع فترة إذن عدد الفترات تساوي عدد قيم سيجما ناقص واحد شنو الفرق بين العملية اللي صارت قبل قليل وهي الجدول اللي راح أشوفه هسه إذن الفترات صفر واحد 1 2 2 3 3 4 من اشتقيت وساويت بالصفر والأكس طلعت لي 1 ونص 3 على 2 هذه الـ 3 على 2 هي تنتمي إلى 0 4 ولكن تنتمي إلى أي فترة جزئية منها إذن تنتمي إلى الفترة منه تنتمي إلى الفترة 1 2 إذن هذه تعد الفترة المؤجلة إذن باقي الفترات تمشي بالطريقة الاعتيادية بأن نعوض طرفي كل فترة بالمعادلة الأصلية لاستخراج ناتجيين نضع أصغرهما تحت المنمم وأكبرهما تحت المكزمم من كملت هذا الحدشي رح أجي على الفترة المؤجلة من عوضت 3 على 2 بالدالة الأصلية وطلعت 9 على 4 ونفس الشغل ما القبل شوي والنهاية طلعت عظمى محلية إذن هذا 9 على 4 مكانويا بالمكزمم حس أعوض طرفي الفترة المؤجلة بالمعادلة الأصلية رح يطلع لي جوابين قلنا إذا كان الشاغر منمم نضع أصغرهما وإذا كان أفواً الشاغر المكزمم نضع أكبرهما وإذا من الساوين أعوض أي وحدة من عدهم إذن من نعوض الواحد وعوض الثنين رح يطلع الثنين إذن رح أخلي الثنين ولا بأس من التأكد مجدداً بأن 9 على 4 هي أكبر من الثنين إذن رح نكمل الجدول طلع عندي اللور هو سالب الثنين والأطر هو 25 على أربعة أي جوابين أكثر دقة إذا سئلوني أي جوابين أكثر دقة أقول للجواب الثاني أكثر دقة لأن التجزيئات صارت أكثر وكلما زادت عدد التجزيئات كان الجواب أكثر دقة إذن ما عندي شيء بعد إياكم الأفكار خلصت خليني استعرض أهم تمارين الكتاب وهذا السؤال بفدنكها مميزة ليش؟ لأن هذا السؤال دا يربط لي الاحتمال الخامس مع الاحتمال الرابع شلون؟ أفوف أكس هو أربعة أكس ناقص أكس أربية اشتقيت المشتقة الأولى ساويتها بالصفر طلعت الأكس تساوي ثنياً ولكن هذه الثنين هي الثنين أكيد تنتمي إلى الصفر أربعة ولكن إل من تنتمي؟ هذه تنتمي للواحد اثنين مرة وتنتمي للاثنين ثلاثة مرة أخرى إذن هنا ما طول صارت قيمة أكس طرفية في فترتين يعني يمكن استخدام الطريقة القديمة بالحل يعني نعوض طرفي كلها نعوض طرفي كل فترة بالمعادلة الأصلية لاستخراج ناتجياً نضع أكبرهما تحت المكزمام وأصغرهما تحت المنمام ولكن إيجاد النهاية واجب عليك إذن هنا قيمة الأكس الثنين وين عوضتها؟ عوضتها بالأصلية طلعت الصورة مالتها أربعة نوع النهاية عظمى محلية يعني معناها بالفترة واحد اثنيين رح يكون الأربعة صائرة بالمكزمام وبالفترة اثنيين ثلاثة رح يصير الأربعة أيضاً بالمكزمام يعني صورة الثنيين رح تكون بالمكزمام بالتأكيد صورة الواحد رح تكون بالمنيمام صورة الثنيين هنا صارت بالعكس هم بالمكزمام بالتأكيد صورة الثلاثة رح تصير بالمنيمام إذن الجدول رح يكون أمامك وبصورة مكبرة إذن معناها الجدول هذا وتقدر تطلع عليه وتتأكد من نتائج الحل وواضح جدا بأن اللور هو أصغر من الأبر هذا السؤال يقدر يجد مساحة لو ما يقدر خلينا شوف إذن هذا العمود كله موجب أو صفر العمود المكزمم كله موجب إذن موجب صفر موجب صفر إذن هذا السؤال ممكن يقول لي جد تكامل وممكن يقول لي جد المساحة بالحالتين ما طول كل القيم موجب أو صفر فهي اللور زائد الأبر على 2 ولو أجي أباوع أيضا بعض أسئلة التمارين خلي نشوف هذا السؤال أعزائي F of X تساوي 3X ناقص 2 دا يريد مني قيمة تقريبية للتكامل ثم تحقق من الناتج هندسيا المشتقة الأولى تساوي 3 يعني الدالة متزايدة في كل مجالها ها نعطيني السيقما 1-2-3-5 إذن رح يصير 1-2-2-3-3-5 إذن رح يسوي الجدول كما يريد هو مني بالسؤال إذن الجدول رح يكون بالصورة التالية 1-2-2-3-3-5 طول الفترة الأولى 1 طول الفترة الثانية 1 طول الفترة الثالثة 2 نعوض طرفي كل فترة بالمعادلة الأصلية لاستخراج ناتجيا نضع أكبرهما تحت المكزمم وأصغرهما تحت المنمم نكمل الجدول إذن التكامل أو المساحة هو اللور زائد الأبر على 2 طلع عندي 28 ثم تحقق من الناتج هندسيا شو تقول الملاحظة نعوض طرفي الفترة المعطاة بالدالة الأصلية لاستخراج ناتجيا صورة الواحد واحد صورة الخمسة 3 صار عندي نقطتين هذه النقطتين شا سوي لها النقطتين مرة أوصل ببياناتهم ومرة أسقطهم على محور السينات وهذا الشكل اللي موجود أمامك هو شبه منحرف مساحة شبه المنحرف هو نصف مجموع ظلعيه المتوازيين في الارتفاع المحصور بينهما اللي هو أربعة إذن رح يصد عندي نصف في واحد زائد 13 في أربعة اثنيا ويا الأربعة اثنيا في أربعة وطعاش إذن معناها الجواب يساوي 28 وحدة مربعة إذن نفس الجواب اللي تم استخراجه عن طريق الجداول إذن أعزائي موضوعنا كان إيجاد المساحة بالتقريب أو التكامل بالتقريب ولكني لا أؤمن بأن تقول أريد ناتج مقرب لدرجتي بالامتحان أريد أن يكون لك عزيمة وإصرار أن تكون درجتك مية وليس تقريبا مية إذن إن شاء الله نتمنى لكم الموافقية والحصول على العلامة الكاملة أو دعناكم